بسم الله الرحمن الرحيم الجميل مهتم بلده ومتابع كل شيء وده الحقيقة رفع روح المعنوية ان البلد دي ان شاء الله عمره ماتوع بإذن الله بواصلة شبابها الجميل ده احنا وقفنا انظر اللي فات على ان احنا العملية عملية الحفار ده فيه خمس خطط لو ما انفعش الاولينية يبقى التانية يبقى التالت والحقيقة الخطط دي ونجاحها واستمرارها عشان التعاون الكامل اللي حصل بالمخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات البحرية ووزارة الداخلية لو للمجموعة دي عملية الحفار دي مش واحد بيراقى حب لغم ويمشي خلاص لا ده عملية متكاملة رهيبة دولة بتصخر نفسها العملية دي والعملية دي كان الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه هو بيوتابحه يقول بعد كده ازاي المهم خش في دي في العمليات العملية دولة اللي هي العملية الروتينية اللي هي التفاضع او القوة بتركب عربية وتتجي الى الميناء ومعهم الالغام ومعهم اللبس بتاعها ومعهم حاجات وينزل والمية ويروح يركب اللغم ويرجع مكان اللي نزل منه وتال العربية تالبقتها والسلام عليكم ويتمشوا ولا كإنه كلام ده بيتنقذ نص الديل يعني ولا ولا حد هنا طب دي 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 اول حاجة طب تانا حاجة لو ما انفعتش لو ما انفعش يبقى في الحالة دي كان فيه نية ان احنا نستادى مركب صيد من اعال بحار ويركب فيه الدفاضع ونتابع الحفار بالمسلكة واول ما يقف في الميناء الدفاضع تنزل وتركب اللغم وترجع تالي انت الخطة التالية طب الخطة التالية قال ممكن ان احنا نقدر ياخد ونعمل عليه حفلة صاخبة ونعزم فيه جميع ما نعرفهم يعني من المابودين والدفاضع تخش معهم ويبقى حفلة ويستمروا في الحفلة دي لنص الليه وبعدين في وسط الهيصة دي وطبعا الناس بقى فيها شرب وفيها بتاع يعني ايه بس الدفاضع ما نقشربش يعني بس عشان محدش بخو يروح بعيد وقيد ننزل الميا ونهاجم الحفار ونرجع تاني وناخد اللغت ونفق على المياه طب لما مفعش يبقى الخطة اللي بعد كده اللي هي ايه بقى اللي هي ان احنا اه لو الحفار العلم يعني الحفار دي احنا بيتابعوا من كم شهر يعني قبل كده روحنا نيجيريا واستننا وجو ما قعدش وقعدنا اسموع مستنين والاسف الشديد رجعنا من خطة مقطة نعه يعني مش ساهلة مش ساهلة المهم خطة اللي بعد كده ممكن ان احنا نسيب وخش البحر الاحمر ونطلع عليه بالزودياك طبعا الزودياك انك ماش ما عرفش الزودياك ده الزودياك ده اللي هو ايه القارب المطاط اللي بتشوفينه في التليفزيون لما ييجي حفلات كده بالقوات البحرية ومحطوط عليها السلاح بتاهم ده الزودياك اللي هو القارب المطاط والتسليح بالارب جيه والارب جيه ده الدفاضع والصاقة البحرية متمرنين عليه قوي سكيبتا جدا ويجيب التصوير كل ده ما نفعش يبقى اخر حاجة لدرابه بطيارة كان عاوزين تكون في عدن ودي الحل الاخير طيب الحمد لله يعني هي العملية تمت بالخطة الاولى السهلة هي الظروف كده الحفلات بقى في واقف في قلاص ايه تبادا الواقفة مع العيار ننزل العطوم بخلص عليها بقى المهربة دي كانت الخطط الخمسة لطلب الحفلات طيب اله 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 بعدين نجي المعلومات ما عندناش اي معلومات عن الحفاردة خالص يعني الكلام ده من كانت من خمسين سنة يعني على الوقت احنا عارفين الحفار حفار ظهر اللي جاي نقب على البطرول بحلابيب حاطة بس عارفنا الحفار انما كان خمسين سنة مناش نعرف الحفار فالحقيقة جاء العقيد انوارعطية ده تكن زابط في الفضع البشرية واعيد المخابرات الحربية فهو كان هو كان تخصصه المعلومات جمع المعلومات عن البحرية الاسرائيلية في المخابرات الحربية فرع المعلومات طيب عاوزين نجيب المعلومات فقال لازم نروح عيقة البطرول فلبس زابط وراء حقيقة البطرول وقابل مدير الهيئة وهو اسمه علي والي رئيس الهيئة وقال له ان انا بحضر ماجستير عاوز اعرف معلومات لاج اي حاجة عن حفار حفرات muchos قال له لا ابعيش مانع واتصل ب اتصل بمدير شركة السا وقال له هيه هنبعثليك واحد ان شاء الله تديله معلومات عن الحفار وكان مدير شيك تقسه ده يحمل الجنسية الامريكية. وكان سبحان الله كان قدامه المعلومات عن الحفار وعلى الكنتنج يوان اللي احنا عايزوه. راح اتعرف عليه واخد الكاتروجات واخد الرسومات والحمد الله ربنا وفقه وجابي المعلومات عن الحفار. نجي بعد كده المعلومات همه بقى اختيار اختيار الرجال هو طبعا اولا ادوات التدمير. ادوات التدمير اللي هو اللغم. واللغم ده بيتحط فيه التينتين مفجرات حوالي ستاشر كيلو. والاقوات البحرية طوارته وعملته ساعة توقيت ودي مهمة جدا. انا عرف بعد كده اهميتها ايه؟ بحيث ان بنزبط بنزبط بساعة توقيدي عشان نزبط تساعتين تلاتة اربعة خمسة. مش معقول ان ايه؟ نحط اللغم مش عارفين هيضرب امن؟ لا. كلها كلها حاجات محسوبة كلها خطط محسوبة. رغم من اللغم ده. رغم موجود في البحرية من زمن ومعوش حاجات حديثة. لأ احنا حدثناه. وعشان احنا كانت امكانياتنا ضعيفة جدا جدا. ولكن كنا اي حاجة اي حاجة نقدر تطورها تطورها. فطوروهم عملونها ساعة قاطع عشان خاطر يبقى نعرف مما تطور فيه الساعة. طيب. نيجي بقى اختيار الرجال. قائر العملية اللواء خليفة جودة وده كان ايامها رائد خليفة مش عايزة اقول ان الراجل ده راجل وطني حب بلده يضحب اي شيء عشان تتنفذ العملية فرح له انور عطيه ملقهوش في اللواء ايه فين فين قال له ده في المستشفى رايح له المستشفى قال له انت تعبان ولا ايه؟ قال له شوية كده عملت حادثة ويده مكسورة ومحطوطة في الجبس قال له طيب احنا الوقت فيه عملية في الاد هتقدر ولا ايه؟ اول ما سمع كده هو طبعا ماهيش في الاد بس هو بي مش عاوز يقول له العملية الوقت لاني لسه في دور النقاها يعني الحاجات ابتقش على الاخر هو اول ما سمع كده راح قاين وقصر الجبس البص اداية مية مية انا جاهز يعني نبتدي؟ قال له نبتدي وحلفوا على المصحف انت بيقول لأي حد ولا كلمة عن العملية اي شيء وحلفوا على المصحف المهم قال له ايه المطلوب الوقت؟ قال له انا عايز ست صباط عشان تقوم العمليات قال له ماشي رحمة تصل بقائد القوات البحرية اللواء محمود فهمي عبد الرحمن وقال له فيها عملية وعاوزين ناخد ست زباط قال له استحالة استحالة ست زباط نحن كل نحن كل اللي عندنا ضفادع بطارية هجومية تعالفين دي قلنا من الاول ضفادع البشرية الهجومية على اعلى مستوى في العالم يعني كل اللي عندنا عشرة يعني لو حصل لقدر الله وفيه الستة دور راحهم يبقى مصيبة كبيرة لان الزابط بمدمرة اللي بمر مدمرة فازاي اتخلص ستة قال له طب العمل ايه قال له اصرح لك بتلاتة يهديك يرديك قال له هم تلاتة مفيش مالهاش حالة ماشي مالهاش حالة لا قائد اللي هو خليفة جودة الله يرحمه راجل شجاع وجميل الله زمن الرجال بالمال الراجل ده ابتدى عاوس اختار القوة لا تطلب فجاء انوراطية اللي هو طبعا مع الاعتزال الارقاب يعني عقيب انوراطية قال له انا هربوك في حاجة قال له ايه قال له قال له في واحد اسمه محمود سعد قال له شبهنا يعني قال له الراجل ده وانا في الميس الميس السباط لقيته داخل وقاهد يسبه ويلعم ازاي ما نطلعش على العمليات واحنا قاعدين نتضرر بليل نعار وما احنا كل اتعامنا ده عالفاضل مش عالف ايه مع ان انا منتز في التدريب هو اسمع منه الكلام ده حطه في دماغ وراح الخليفة ده قال له الراجل ده لازم يطلع معانا لان ساير وراجل يعني وطني ومش عالف ايه قال له خلاص هو طبعا بيستأذن اللوة خليفة بانه يجب معا لانه هو ملوش حق ان يطلب اي حد لان اللي بيحدد هو قائد اللوة مش هو انما طبعا العلاقات قال له ماشي انا هقلكم بعدين مواصفات كل زابط من اللوة لان لارضو ما انش عاوزين نهضم حد حق حق حد فيبقى اختار اخناسة اللي هو خليفة جودة اختار بقى اتنين كمين عشان هما تلاتة ولازم اول حسن الشراط ولازم اول انا بقعد بالادة ميادة ولازم اول عادل السحر بقى بقت كده يتكون التلات زباط اللي يقوم بالعمل وطبعا التلات زباط بيبقوا ستة لان كل واحد بيبقى معه البودة بتاعه او زميله اللي بينزل في الماية ويبقى بربوده بحبل اتصال مع بعض عشان خاطر لو واحد اصابه شيء يبقى التاني ممكن يكمل معاه فيبقى كده يتكمل ست ست افراط تلات زباط تلات زباط تلات زباط كل واحد غص الشراكة ده اقولك واحد طويل عريض وحش في الماية اخلاك وده مثل هادم جميل بيتنرفس يعني قال لو مثل ايه اقولك ايه قطعت رائبته مثلا حاجة جميلة 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 ده حسن نيجي محمود سعد محمود سعد محمود سعد دفاعتي حبيبي طبعا لازم اشهد له معليش يا جماعة يعني محمود سعد ده عكس حسن مفيع اكلته قد كده ولكن ساروخ في الماية بنقعد ننهج كده عشان نحصله لان هي طبيقة جميلة يسمه مفيع يبقى ما مش باين في الماية بس هقولكوا على عيب عشان الشباب تعرف احنا بنتكلم كده مش بنتسلم لا دروس مستفادة محمود سعد ده عيبه شرب السجايا لسه انا مكلمة اول مبارح يقولي عاد انا خدت عال اجامدة تقوله ايا يا خيرا قال لي الرئة تعبت من السجايا تقوله مش قلتلك اللهم اقولك كنت تقولي يا عمد انا ما يمنيش قال لي اه والله بس بطلتها قلتوله حمد الله يبقى هو ايه بطلها اهو يبقى الشباب يعرف ما يستناش لما يتلسع يوم يبطل لا ده محمود سعد التالت عادل السحران ان شاء الله حكاية تانية عادل السحران ده حكاية تانية قصة هلهم ان شاء الله حلقة سلام عليكم